السلام عليكم معكم طلال نقار هذا الفيديو هو متابعة لقضية طرحتها من فترة على مجموعتي على الفيسبوك هي موضوع قضية تنمية مهارات التواصل عند طلاب الطب وعند أطباء الخريجين الجدد سبب الكورس أني أنا لمست ضعف قدرة عند طلاب الطب أغلبهم طلاب الطب إضافة إلى الخريجين الجدد حتى أطباءنا للأسف ما عندهم قدرة على تقديم نفسهم بشكل جيد ربما أمام المرضى أساساً صراحةً هذه مهارة مفتقدة بكليات الطب عندنا ما حدا بيعلمنا إياها على أيام ما كان في هذا الشيء موجود إضافة إلى أنه حتى ضعف القدرة على تقديم الطبيب لنفسه بالمقابلات الشخصية التي تتعلق بالتوظيف مثلاً بعد التخرج أو حتى الحصول على مقعد للرزيدنسي مثلاً في كثير دول مثلاً مثل أمريكا وغيرها أنت لازم تعمل المقابلة ما بيصير والله مجرد تحصل على يعني مثل نظامنا مثلاً بمفاضلة وعلى علامات وتروح على المقاعد مشان يوحدوا النظام ويمنعوا التلاعب بغير دول المقابلة جزء أساسي إضافة إلى المفاضلة المقابلة جزء أساسي من أنه منح الشخص الموافقة أنه يعمل التدريب بهذا المكان فمشكلتنا نحنة تبدأ من كلية الطب صراحة أنه ما فيه تدريب عملي بشكل جيد أو ما فيه تدريب منظم صراحة أنا على الأيام كان ربما خلال استاجات اللي هي الجولات السريرية طلاب الطب اللي هي غير منظمة أبداً يعني صراحة كثير عشوائية فكان بعض الأساسي جزاهم لأخيراً بعضهم كان ينتبه لهذا الموضوع ويدرب الطلاب على مهارات التواصل من خلال أنه يقدم الطبيب نفسه أو طالب الطب يقدم نفسه بشكل جيد للمريض مهارات الاستجواب مثلاً كان بس هذا الشي كان كله يصير بشكل عشوائي غير منظم يعني ربما الأستاذ نفسه يكون رائع اليوم يكون عنده مزاج للتعليم يوم تاني ما عنده مزاج الطلاب مثلاً حضروا هذا استاذ هذول ما حضروا فأغلب الطلاب صراحة كان يوصل لنهاية كلية الطب وهو ما بيعرف يستجوب مريض وهذا الشيء كنا نلمسه لما ندخل على الدراسات على التخصص والقدرة على تقديم نفسك للمريض صراحة ما هي جيدة حسب الشخص نفسه طبعاً تعتمد على مهارة الشخص نفسه أصلاً يعني العنصر الشخصي يلعب دور فيه بمعنى آخر الكلية ما نمت هي المهارة بشكل منظم في جانب تربوي موضوع ربما بيفسر ضعف أغلب طلاب السوريين أو الطباء السوريين بهذا الموضوع أو حتى العرب عموماً هو موضوع تربوي أنه نحن ربعين على أن الواحد ما بيصير مداح نفسه كذاب ما بيصير واحد يمدح نفسه ما بيصير واحد يظهر صفاته الإيجابية وإلا بيتهم بأنه هذا شايف حاله أو غرور أو عنجهية وهذا خطأ صراحة فيه حد فاصل بين الثقة بالنفس وفيه الغرور غير الغرور والانخداع مثلاً كذا بصفاتك غير أنه هو الثقة بالنفس أنك تصار واثق بنفسك المريض بيحتاج لطبيب واثق من نفسه المعلومات ما بتكفي ما بيكفي أنه إذا تحكي معلومات ومعلومات أنه هيك المرجع الفلاني قال وهيك عم يعملوا بأمريكا لا 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 ما بيكفي أبداً إذا المريض ما شافك واثق من نفسك وعم تعرف شو عم تحكي ما رح يسمع كلامك أبداً ما رح يقتنع أنه يسمع كلامك ما رح يسلم حاله لإلك بمعنى آخر بالنسبة لما كوني أنا بأمريكا مثلاً لما جيت على أمريكا هون كان أهم جزء من الامتحانات وهلأ اللغودي للأسف هو امتحان اللي هو المهارات السريرية هذا الامتحان فيه له كتاب كان يدرس يعني وبالتالي فيه مصدر أو مرجع كان بيتعلم منه الطالب أو الطبيب المتخرج أنه كيف بيتعامل مع المرضى فهذا المنصح صراحة طلاب الطب حالياً اللي بسوريا حتى لو أنه هذا الكتاب ملغى أو أنه غير ما له فائدة كونه ما عاد موجود هذا الكورس ما عاد موجود هذا الامتحان لأنه اللغوة تماماً هالأساوف هي بدائل له فلا بس أنا صراحة مرأت فيه أنا مرأت فيه وأنا كنت بتخرج من عشر سنين يعني أنا مرأت فيه وشفت أنه فعلاً هذا الكتاب جيد كتاب اسمه اللي هو كابلان كلينيكال سكيلس بمعنى آخر اللي كان كتاب الكابلان اللي كان يدرسون الامتحان هذا الكتاب بيركز بيعلمك كيف تقدم نفسك للمريض بيجزء المقابلة لعدة أجزاء أول ثلاثين ثاني هي اللي عم يحكي عنها هي أنك تدق الباب وتدخل وتقدم نفسك أنا دكتور الفنان أنت السيد الفنان أنا جاي أنت اليوم لحتى يعني بتقدم نفسك بشكل بلغة واضحة بدون تلعتهم هاي أول ثلاثين ثاني هي اللي بتعطي الانطباع الحقيقي لعند المريض أنه هذا الشخص واثق من حاله فبيكمل معك فشو ما خبصت بعد صراحة بالكلام ما في مشكلة بس أول ثلاثين ثانية هي أهم ثلاثين ثاني هي بتقدم نفسك فيها بشكل جيد فأنا كنصيحة عملية من هذا الفيديو بنصح طلاب الطب اللي هنو عندنا الوقت كافي للدراسة المتابعة أنه يقتنوا هذا الكتاب الكتاب السي اس اللي هو الكابلان سي اس ويدرسوه كأنه هنو عم يحضروا الامتحان السي اس عادة كنا بالتحضير أنت بتعمل مقابلة وهمية يعني بتجي مع فئك اللي عم يقدم الامتحان أنت بتقدم دور الطبيب هو بقدم دور المريض فهو بيعملك تقييم بنهاية المقابلة وأنت بتعمله يعني أنت مثلا تنقل بالأدوار فهذا الشي مفيد جدا جدا لاحقا وأنا واثق حتى لو أنه قرأت الكتاب وتسليته فيه هو نوع متسلي ممكن يكون صراحة ممكن يكون مفيد جدا عاملين بحياتكم المستقبلي وأنا هذا الشي بنصح فيه وبشدة الجزء الثاني اللي هو حديثي عنه اليوم هو المقابلات الشخصية لما أنت بتعمل انترفيو مشان شغل مثلا خاصة بالخليج أحيانا الانترفيو بيكون على التليفون صراحة انترفيو بيكون شخصي أو انه انترفيو مشان تحصل على بوزيشن لريزيدنسي أو لإقامة مثلا فانت القاعدة صراحة بهذا الكلام هو كلام سيدنا يوسف لما سيدنا يوسف بده يقنع العزيز عزيز مصر أنه هو يوظفه بمكان الخزينة أنه يستلم الخزينة قال له اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم اجعلني على خزائن الأرض بشكل مباشر ما فيه مواربة بالموضوع ليش اني حفيظ عليم عطاء صفاته الشخصية ما قال اني والله انا يعني ما اظهر التواضع أو الدروشة اللي مالها طعمي صراحة نحن مشكلتنا مربايين على الدروشة مربايين على المسكنة انه نحن ما لازم نحكي عن حالنا وهذا خطأ في مواقع معينة انت لازم تظهر للمقابل اللي إليك اللي هو رئيسك المستقبلي اللي هو حيكون يشغلك انه انه لو وظفك ليش بده يوظفك شو السبب شو هي امكانياتك الشخصية لازم تظهره بشكل لطيف بشكل بسيط بدون ما تظهره انك مغرور وبنفس الوقت بدون ما تظهر انك انت شخص ما نواثق من حاله حاولت ابدأ هذا الكورس صراحة انه كان فكرتي صراحة انه اجتمعت مع مجموعة اول شي دعيت مجموعة من الجملاء مجموعة منهم بامريكا هون صراحة كان عدد اتناعش في دعيت زميلين من فرنسا واحد زملائي بريطانيا للأسف ما قدرت اضيف حد من ألمانيا بهذاك الاجتماع فكان اجتماع زوم ميتينج صراحة ننتناقش بالافكار انه شو ممكن نعمل او كيف هيكون هذا خطة هذا الكورس حقيقة فكرتي كانت اساسا انه نحن نعمل اجتماع اسبوعي عبر الزوم تطبيق الزوم بدته ساعة كاملة خلال هذه الساعة من قابل شخصين شخصين حابين يجربوا يعملوا مقابل يجربوا حالهم بشكل تجريب يعني فهدول الشخصين سيكون مقابلة لكل واحد منهم مددها نصف ساعة لجنة مثلا مؤلفة من ثلاثة اطباء من هدول المجموعة التي اجتمعت معاهم وهنا على فكرة من امهر الناس بهذا الموضوع كلهم منهم بروغرام دايركترز وبعضهم قابل آلاف للأشخاص بعضهم متمرس بتدريب الأطباء على المقابلات وبالتالي في عندهم خبرة منيحة بهذا الموضوع بعضهم يدرس هذا الموضوع بالجعمة حتى انه هو مدرس لموضوع مهارات التواصل يعني هي شغلته ان ادرسها فهي فكرتي كانت صراحة انه انا ادعو الناس فرضا فلان من الأطباء والذي يكون اكس مثلا محمد او غيره جاي بده يعمل مقابلة معنا فنحن بنعطيه فلازم يقدم سيفيته مثلا يحضر السيفي وهذا جزء مهم من المقابلة ان يكون انت تتحضر سيفي جيدة سيرة ذاتية بيتم مقابلته عبر الزوم بيكون دقاء مباشر في حضور حضراني طبعا عم يسمعوا اللي حابب يشارك يعني حابب يسمع ويعلق مدة المقابلة ممكن تكون نصف ربع ساعة او المقابلة حقيقية جدية وبعدين ربع ساعة من التعليقات والانتقاد لهذا الشخص انه انت عملت هيك منيح هون وعملت سيئ هون ولاحقا طبعا ونصف ساعة ثاني بيتم مقابلة شخص ثاني على نفس الطريقة وممكن اذا الحضور عنده اي تعليق او عنده اي سؤال على هذا الموضوع ممكن كهية لانه هي حالة حقيقية كل شخص عنده خاصة هؤلاء اللي هيتقدم هن الخريجين الجدود او طلاب الطب اللي هو ما عنده متمرس بعده بالمقابلة وهي بتاني عنده نقاط ضعف فهي نقاط الضعف هتظهر وحيتم مناقشته والغير هيتستفيد منها ولاحقا ممكن هذا الفيديو يتم نشره على اليوتيوب على قناتي مثلا وهذا هي كانت فكرتي الزمناء اعترضوا على هذا الموضوع انه هذه الفيديو ممكن يسيء لهذا المتقدم صحيح هيحسن له مهاراته بس بنفس الوقت هيكون نقطة سودة في انه بخاصة ان هذا هيكون عنده مستقبل يعني مستقبل قادم ان شاء الله سنوات هيصير لاحقا طبيب متخصص وحيكذا فهيتم هذا الفيديو هو منشور على العموم على البابليك مثلا على اليوتيوب هيكون نقطة سودة عنده ربما يكون سيء له صراحة لو شافوا غير الأطباء حتى لو الأطباء نفسهم شافوا فبالتالي ما له مشجع او هاي فكرة مانع عملية صراحة مدام هيكون في اذى محتمد لهذا الطبيب ما كتير تشجع زملائي بهاي الفكرة الآن زملائنا بسامز مثلا احد المشاركين كان من المخضرمين بسامز واللجنة التعليمية بسامز ويعمل مقابلات مع مجموعة أطباء هو بنظمها للمتقدمين للانتحاء للرزيدنسي يعني ناس مجموعة الأطباء السوريين اللي عم يحاولوا ياخدوا رزيدنسي بوزيشن قدموا على الماتش وفي احتمال يجيوهم مقابلات فطريقتهم بالتدريب على المقابلات انه بيعملوا مقابلات شخصية مع هؤلاء المتقدمين لاحظوا انه هون عم نحكي عن أشخاص بعينهم في شخص متقدم على الرزيدنسي وبالتالي هو لازم يتدرب على المقابلة المقابلات بتتم افلاين ما بيتم نشره في تعاهد انه هاي المقابلات فقط حيتم يعني مقابلة على الزوم مع الشخص صاحب العلاقة وما رح يتم نشره ولو ما رح يتم نشره ما حدا بيشارك هيك بيعملوا هنين الفكرة انه نحن ممكن نعمل نفس الشي بس بالنهاية انا شو هقدر اعمل هقدر اعمل حالتين مثلا بالساعة انا ما عندي ساعات طويلة اشتاء ادرب فيها عشر اشخاص ممكن اسبوعيا ندرب شخصين سنويا ما عاتها فيها انت خمسين اسبوع دربت مئة شخص بس دربتهم لشيء وهمي اصلا انه اصلا ما مقدمين علامات وبالتالي عمليا ما في شي عملي او فائدة عمليا للكورس انا الهدف انه اعمل شي ممكن يفيد الاخرين يفيد اكبر قدر ممكن احنا عنا الاف الطلاب والاف المقيمين الاقتراحات كانت انه لا ممكن نعمل موك يعني نعمل مقابلة تجريبية بمعنى اخر انه احد المشاركين طبيب هو يعني استاذ هو هو يقوم بدور المتقدم هو حافظ الموضوع هذا ويرتكب اخطاء مقصودة يقوم مثلا لقاء زوم ميتنج هو يتقمص دور الطالب الطب او الطبيب اللي عم يتقدم على رزيدنسي بوزيشن مثلا ويقوم باخطاء مقصودة هو يقوم فيها نفسه والمشرفين مثلا يناقشوا وبعدين يبين للناس او يعني يتنمي ويناقش انه هون اخطأت هون اصبت هذا الخطأ ما لازم تعملوه يا ناس بالمستقبل فهو عمليا عم يرتكب يعني عمليا هو عم يقوم بدور الممثل هذا احد الافكار اللي ممكن انطبقها ان شاء الله انا صراحة عملت استفتاء على مجموعتي الخاصة اذا بتذكروا اللي حضر هذا الافكار وشفت مين مستعد يقوم بهذا الدور انه هو يمثل دور طيب مونش يمثل يقوم بدور مقابل حقيقي حقيقة فقط اربع اشخاص انه كانوا مستعدين انا صراحة هذا الفيديو عم حطه هون لحتى اشرككم بالقرار انه انا صراحة ما بدي ابدأ شغلة تكون مجرد كلام نظري محاضرات نظرية ما في اكتر منها على يوتيوب فما بدي يعيد كرر شغلة موجودة اصلا واللي حابه بيقدم مثلا الامريكا مثلا هو مقدم جديا السامز ما شاء الله عليهم الدكتور محمد السيد مثلا من احد المخضرمين بهذا الموضوع اشتغل بالتواصل معه معروف ومعروف هذا الاسم وناس كتير تتواصل معه من خلاله وبيعملوا بروغرام يعني اللي يمقدم على الماتش بيعرفوا الضبط شو بيعمل هون مثلا الزملائي بالمانيا قالوا لي انه لا كتير المقابلات الى دور واحدهم الى دور فصراحة انا مرة بسوريا ما لا دور المقابلات بالتوظيف او بالرزيدنسي مثلا بالسعودية التوظيف مهم جدا فيه المقابلة السي في مهمة والتوظيف المقابلة الى دور جدا مهم بانه يختاروا هذا الطبيب ويختاروا غيره صراحة انا كنت جزء منهم بيوم الايام يعني حتى كنت اشرف على هاي المقابلات ها اعمل انا مثلا ها اعمل انا هاتميل ايميل مثلا ايميل مخصص لهذا الموضوع هانشره لاحقا لسنا ما عملته صراحة ها رح اطلب من الزملاء اللي مستعدين يشاركوا بهي المقابلات كاشخاص حقيقيين ويتم اختبارهم ولاحقا هالفيديو يتم نشره على اليوتيوب مثلا اذا كانوا مستعدين لهذا الشي لشوف قدش ممكن اجمع سيفيات لاشخاص مستعدين ومعندهم مشكلة ابدا بهذا الموضوع هذا الشي رح يأثر باني ممكن ابدأ الكورس او ما ابدأ او لانه مرة تانية انا ما بدي اعمل شغلة ما انا مفيدة ما انا عملية صراحة ما بدي ابدأ بشي ما انا كتير له اثر او صدح يكون بالمستقبل الموضوع السادق قيد التشاور اراءكم بتفيدني صراحة والزملاء اللي كانوا معي كلهم مستعدين ما شاء الله عليهم للعمل بشكل فعال بهذا الكورس فخليني شوف شو رح يصير معنا وبلغكم من خلال قناة اليوتيوب وقناة الفيسبوك نفسها انه اذا حنبدأ او ما حنبدأ وان شاء الله بيكون في شيء ايجابي ان شاء الله بالمستقبل السلام عليكم اشتركوا في القناة